لبنى وردة، درست بالجامعة الأردنية، درست بيزنس ومن أول ما تركت الجامعة، انضميت للأمم المتحدة وظليتني معهم عشرين سنة وكبرت معهم وصرت مديرة الإدارة بالأونروا اللي هي المسؤولة عن لاجئين فلسطينيين بالمنطقة وبرضو خلال فترة عملي مع الأمم المتحدة أنا طلعت وكنت برضو مديرة الإدارة للجنة التحقيق على الفساد بنيويورك هذا كله شغلي مع الأمم المتحدة طبعاً أثرة عندي كتير شغلات بشخصيتي وبإدراكيك وبالمعرفة وبرضو ضاف كتير على معرفتي في الطعام حوالين العالم وأنا أصلاً عندي شغل أفل الطبخ فكل لياتوا زادوا مع بعضهم فقبل كم من سنة لما قررت أترك الأمم المتحدة صار عندي وقت أكتر أني أطبخ وأعمل إبداعات لحالي من اختراعات الأكل جاية من تورات غيرنا فيها أو تماماً ابتكارات شخصية وصرت أحطهم على صفحتي على الإنستجرام وبلش الموضوع يكبر لحاله وصرت أقوم أعمل فقرات طبخ لتلفزينات عربية برا وصرت أبيع رسيبيز وصرت أدخل مع شركات بتصنع مواد غذائية أعمل لهم رسيبيز حسب البرودكت تبعهم أو المنتج تبعهم فصارت مدار كيك تتوسع وصرت تشوف عالم انتقلتي من عالم الأمم المتحدة اللي كان فيه نشافان شوي العالم كان ساحر من الإبداع والألوان والأطعمة والفليفرس يعني كل شي كان مختلف تماماً بس ممتع جداً أنا ولبناء صار لنا بلاش نحكي كم من سنة بس كتير منعرف بعض من المدرسة تعرفنا بالمدرسة يعني بالمرحلة الأول الإعدادية ومن وقتها صحبة والحمد لله عم بتزيد يعني من سنة لسنة لبناء بدي أحكي عنها شوي لبناء شخصية فيها كتير صفات جميلة جداً ويمكن من الصفات اللي خلتها توصل للمرحلة اللي هي فيها هلا طبيعتها لبناء شغوفة أبعبش تذكر ما صحيحة بالعربي بس هي بحاشنت وكتير عندها شغف بشو ما بتعمل يعني حتى اللي ما كانت تشتغل مع الأمم المتحدة ويمكن ما كانش هدفها النهائي لكن كان دائماً عندها شغف ودائماً حب للي بتعمله شو مكان ودائماً بتعطي زيادة عن المطلوب لبناء حبيبتي منه إحنا صغار هي أحب المطلوب وكرياتيب مش بس إنه هي أحب المطلوب يعني كنا صغار كتير يعني فعني أنا مسلاً ممكن أعمل ساندويشة هيك مالهاش منظر يعني خب زوجيبنا هي بتعود بتعمل هي غارنيشة الصحن اللي بتضبطه فلا عندها كرياتيبتة مهي صغيرة وبتحب التوتشز يعني وهي هي شيز ماي بس ترمي مش بس مي سيستر شيز ماي بس ترمي فشفتها كيف عم تتطور كثير معطاقة حتى وهي بالأونرواب كل هاي السنين كانت برضو إن كوكين بس كانت هيك هواية عالجنب يعني إيش اللي بيميز لبناء بأي مكونات قدامها بتعملك إشي رهيب يعني منكون قاعدين مثلا بقولها مجتهي إشي حلو فأنا بكون إشي ببعلي إن بدأ شوف الإنجليز أطلع أشتريهم هي إنه ليش؟ ندخل شوف شوف هي تدخل وتأفر كان موجود بطلع إشي بشهي فهاي الكويتيفيتي ما بعرف مش معقولة عن جد يعني أنا لازم أشوف الوصفة أطلب أجيب الأغراض بالتكهية لأ تدخل إش عندك تقول لي بقول عندي هاي بطلع إشي شكلا رائع هي جيدة بالتكهية كمان لبناء وشهي فصراحة يعني ما بشوفها ما شوفت هاي الشغلة عند حدا تاني إنه إنه واتفر الإنجليز الموجودة عنده بيعمل منها إشي فـ I hope إنها كمان to pursue this يعني تكمل بهاي الطريق شهي جيد يعني إن شاء الله كل ما تكبري وتتعرفي على مطابخ كتير بالعالم تستوعبي قديش مطبخنا العربي غني جدا 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 بس ناقصه تسويق كفاية صراحة لأنه فيه الصحي فيه كتير خضرة إحنا بأكلنا فيه كتير شغلات بالمازة هادول شغلات ما بتلاقيهم كتير برا كله 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 طيب ولطيف بس مش مسوق صح فرجديد رجع عندي تقدير كتير كبير لمطبخنا العربي اللي حتى أي وصفة أنت عندك ياها قديمة بتقدري تسويها صحية أكتر تقدري حتى تسويها حتى كتير عندك موديل الناس فيجتيريان فيغان إحنا كتير عندنا بمطبخنا العربي اللي فرضا فاصولة بزيت بأشياء التغميس هدول كلهم فيغان وموجودين بمطبخنا جعجان نظف رح استعمل بحضرات كزبرة فلفل أسود غارليك فاودر بودرة التوم ملح شوية شطة كتير توم كتير كزبرة وكتير فلفل حار أنا من الشغلات اللي قبل فترة عادت أسويها كانت إعادة بسمها ريسايكلين للأكل اللي هي عادة تدوير الطعام هلأ كتير كتير بنزاد عندنا أكل في المطبخنا كل بيوت هلأ بالعادة يا بنكب إذا كنت يعني عندك حدا ممكن تعطيه بكون كتير وضعك حلو بس للأغلب إنه بخرب الأكل وبنكبه هلأ لازم نبلش إحنا أي حدا بهذا المجال إنه يبلش يعمل إعادة تدوير للطعام اللي هو الأكل كتير عملنا فرضا بآية فريكة ولحمة بلشتنا أن نعملهم صرر تاني يوم فبتحس الأكل ضفنا عليها شوية خضرة صارت صرر صارت أكلة تماما جديدة وإنتي ما ضيعت الأكل حتى لو وزعته وزعته بطريقة كانت بتليق بأي إشي ممكن تعطيه لشخص التاني فكل هذا برضو أكل هاي لازم توعية حتى ممكن يصير فيه برامج للأكل اللي إعادة تدوير الطعام علشان الناس ما تكب وتستغلها أنت بتستغليها وولادك وعيلتك وبنفس الوقت حتى لو بديك توزعيها بتتوزع بطريقة محترمة وبتليق للشخص اللي قدامك